أكثر يعني تفصيلا معنا دكتور عبلة عبدالطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدرسات الاقتصادية وكانت أحد ضيوف هذا التقرير دكتور عبلة صباح الخير أهلا صباح دكتور عبلة يعني فكرة أن احنا نحول المخلفات من مشكلة إذا كانت بيئية أو صحية أو غيره إلى عائد اقتصادي وقيمة مضافة تدخل الاقتصاد المصري دي معادلة صعبة حلتها كثير من الدول الخارجية ولكن ما زالت عندنا هذه المشكلة أي فنم الحقيقة هي طبعا مشكلة كبيرة وكلنا بنعاني منها بنعاني منها أولا بداية بسبب المشاكل الصحية والبيئية المرتبطة بيئة المخلفات وفي نفس الوقت هناك ممكن استفادة من هذه الأشياء هي اللي كانت فكرة الحياة المؤتمر اللي هو نظامه المركز إن احنا بس نسلط الدوق على المشكلة دي مش بمجرد إن احنا نعمل مؤتمر ولكن إن احنا نوصل لخطوات عملية ممكن فعلا إن احنا نقدر ننفذها اتعرض في المؤتمر لأول مرة الخطة اللي عاملها وزارة البيئة عشان تتعامل مع الجامعة للمنظومة فيها جامعة ونقل ومعالجة ثلاث حاجات دول مع بعض فالخطة اللي حطاها وزارة البيئة للتعامل مع القمامة في الثلاث حاجات دولة اتعرضت لأول مرة دكتورة فوسة كلامك قلتي في التقرير كانت رسالتك واضحة إن مفيش منظومة محددة تنفع تتطبع على كل محافظة لازم كل محافظة تعمل خطة خاصة بهذه المحافظة على ظروفها على إمكاناتها بالتأكيد كل محافظة مفيش موضل يشتغل على كل محافظة مختلفة تماما إحنا نبارع شفنا تغارب بتاع الثلاث محافظات مختلفين تماما عن بعض كانوا ايها دكتورة؟ الجيزة والإسماعيلية والأليوبية كنمازك كنمازك واثنين منهم الجيزة والإسماعيلية دول داخلين جوا منظومة الدولة واختين دعم الدولة وفيه التجربة بتاع المحافظة الأليوبية اللي كلها بجهود فردية الحقيقة من المحافظة للتعامل مع الموضوع لكن هي القصة جاية إزاي؟ أهميتها جاية إزاي؟ إن في مجموعة ضخمة جدا من الشركات دلوقتي بتتحرك في البلد شركات أجنبية وشركات مصرية كلها اللي فاتت طلبها وأحولها إلى طاقة أو أحولها إلى سماد عضوي أو أحولها إلى إعادة تدويرها عشان تبقى يعني منتجات من أول وجديد إحنا بنشوف منتجات بتجيلنا معمول عليها إعادة تدوير بالزبط كده بالزبط بس هي الفكرة إن إعادة تدوير برضو فيها حاجات كتير الناس برضو مش عارفاها مش عارفاها أم بمعنى إن مثلا متشاف إن الزبالة بتاعتنا لازم تكون صروة الزبالة عبارة عن صروة وإحنا مش حكين بالنا وإحنا مش حكين بالنا صحيح لا هي مش صروة لو أولجت بطريقة سليمة تتحول لصروة ممكن لإستفادة منها ممكن لإستفادة منها وعشان تحولها هي محتاجة فلوس لإن أنت لازم تراجع في الأول هل هدفك إن أنت تعالج المشكلة الصحية والبيئية ولا هدفك إن أنت تطلع منها إنها الوقود لإن لو الهدف هو العملية الصحية والبيئية حدوث تلاقي بس يا دكتورة بتهيال إحنا ممكن نتعامل منها ما هو ما بقاش هدف واحد بس إحنا ممكن نعالج المشاكل الصحية والبيئية ونطلع منها وقود ونعمل منها معادة تدوير المنتجات تانية هم هدفين مع بعض بس ما هيش تروة بالمعنى المفهوم يعني فيه تكريف بتتدفع علشان خاطر حضرتك تقدر تطلع منها الحاجات اللي ممكن تتفيد منها من الحاجات المهمة جدا جدا مبارح لأن أنا شايف إن دي حاجات تطرحها إيجابية جدا أولا إنه الخطة المتعرض بيه ترمه نقشتها قدام الناس كلها اللي هي الخطة بتاعة توضيط البيئة واتفقنا إنها يحدث حتى على الموقع بتاع المركز علشان كل المتخصصين يحطوا إضافات لها يعني هي مصودة للخط فانتهينا بتتكلم على مشاركة مجتمعية من المتخصصين في خطة الدولة ووزارة البيئة الحقيقة متفاهمة جدا في هذا الشأن وده كوي أهم حاجة تطبيق دكتورة أه طبعا أهم حاجة طبعا التطبيق وكمان عشان تبقاش حاطط حاجة ملاش علاقة بالواقع أو هناك بديل أفضل أدي نقطة والنقطة الثانية إن إحنا دلوقتي وانت بتعامل مع المخلصات الثالبة انت عندك في نفس الوقت في البلد مجموعة مشاريع كثيرة جدا مشروع الخمام في حد الزات ده مشروع قومي والرئيس شديد لاهتدار لكن عندك كمان مشروع مليون ونصف الضدام الأرض اللي حتستطلحها ومحتاجة أسمدة طب أنا ممكن أطلع الأسمدة دي من المخلصات الزراعية عندي حوالي 40 مليون تن مخلصات زراعية صحيح يا دكتور طب اسمحلنا يا دكتور إن إحنا برضو يعني في حلقة نعمل حلقة أو نعمل حوار عن هذا الموضوع ونستضيف حضرتك فيه ولو يكون أحد الخبراء مع حضرتك وهنتواصل معاك في هذا الموضوع دكتور عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشكر حضرك على وجودك معنا قبل ما نكمل أخبارنا هنروح نتعرف معاكو على حالة الجو اللي احنا زي ما احنا متابعينها بقالها يومين متقلبة ورياح وأمطار هنتعرف من الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية سبع الخير يا دكتور وحيد سبع الخير يا فهند أخبار بقى الجو إيه يعني احنا شايفين من يوم الجمعة عواصف ترابية وأمطار وارتفاع شديد في درجات الحرارة حضرتك تتدينا فكرة كده عن حالة الجو يعني هو الجو طبعا حضرتك غير مستقبل بسببها بطوله لكن هو النهاردة بس فيه انخباض في درجات الحرارة حوالي 6-7 درجات مئوية تقريبا مقارنة بالأمس فبالأمس القرارة فعلا سجلت 41 درجة النهاردة منتظر لها 33-34 درجة تقريبا وإن شاء الله على مضارة 48 ساعة القادمة هتوالي انخباضها حوالي ما بين 4-5 درجات لذلك نصيحة لكل السادة المواطنين على الأقل للغاية يوم 20 من الشهر الجاري بيخفف قوس من منابسهم ليلا هتواليش بتكينة طبعا ان احنا نخفف من منابسنا في دال ساعات النهار يتخلي بالنا برضو من نشاط الريع مستمر معنا الأسبوع ده كله على فكرة يعني بيؤدي لأثارة الغمال والأقربة واضطراب الملاحة البحرية وانتفاض الرؤية وفي فرص طبعا من سقوط الأمطار في المقام الأول على محافظات سيمة لكن هيكون فيه سقوط أمطار زي اللي حدثت امبارح واول امبارح على القاهرة خفيفة جدا الحبرية ببعين القاهرة بتبقى على ملاطي أدوما أخرى بس الناس ما تقولش احنا متعودين دايما دكتور في الفترة دي لغاية شام نسيم تقريبا هيفضل الجو متقلب ونشوف الاربع فصول في نفس اليوم صحيح؟ تكلام اكيد حبرية ان شاء الله وانا معيض لحبرية الفترام ده ان فعلا في فاكس التقاملات الجوية الحد والسريعة مع بداية فصل الضبيع بتشهد فيها البلاد الاربع فصول في يوم واحد طبعا وذلك الاحتياجات واجد صحيح بعد عنشطة البحرية القيادة بيدوء على الفتر مرضى حساسية الصدر والعين يبتعدوا عن هذا الفاكس لان فيه اتربة ونشاط رياح شديد جدا طبعا زي ما قلت في البدائر ان احنا نستمر في المدابس الثقيلة ولو بشكل متوسط خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المتأخرة من الصباح رصة لمساء الغد وبعد غد ان شاء الله لأن الحرارة الصغرى هتنخفض تماما طيب دكتور وحيد يعني عايزين حضرتك بقى تقول لنا كده هل الجو اللي احنا شايفينه دلوقتي ده مباشر ان درجات الحرارة في الصيف هتبقى مرتفع ويبقى الصيف ساخن جدا لا ما ديش ارتباط بين الفصول وبعدية حق حضرتك يعني ده بالعكس يعني احنا نارضة كل دول العالم بتصلى عناشرة كل ثلاث ساعات بكتير عشان توركب المتغيرات السريعة للفترة في الولايات الجنوية ومحدش يجري يتنبأ بشيء جديد المتغيرات يعني ضعيفة جدا نعم طيب دكتور وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الارصاد الجوية شكرا جزيلا لحضرتك بيوقد في القاهرة حاليا ما يعرف باولمبياد الفيزياء والرياضيات والاحياء المصرية تحت رعاية عدد من المؤسسات العلمية ودي العام التاني على التوالي اللي مصر بتشارك في اولمبياد الفيزياء واللي بيعد مقياسا عالميا جديدا للعديد من الطلاب على مستوى العالم جريج سريع ونرجع نكمل معكم أخبار منذ عام 1967 تشارك مصر وأكثر من 85 دولة في اولمبياد الفيزياء والاحياء والرياضيات فيعد هذا الحدث العلمي العالمي مقياسا لتشجيع المواهب الطلابية معرض الأبحاث للطلبة السنو بيعملها في مجالات مختلفة سواء مجالات الهندسية أو الكيميا أو الطب وبيعرضوا على لجنة التحكيم وفيه برضو نهايات أولمبياد العلوم عندنا نهاي أولمبياد الفيزياء ده تاني سنة نعمله وأولمبياد الأحياء وأولمبياد الرياضيات بنتبنى أفكار الولاد بعد من نحدد مواطن إبداعهم بنحاول أننا نعملها عن طريق توجيههم للبحث العلمي عموما أنه يرى في المجال بتاعه زي يتدرك في القراءة الفوز بأولمبياد الرياضيات العالمية يعد بمثابة الحصول على جائزة نوبل بمجال الرياضيات للطلاب ومن خلال الاختبارات يتم تصفية خمسة طلاب لتمثيل مصر بالنهاء المقام بهونجو كونجا للرياضيات وفيتنام للأحياء أكتر أحسن خمسة في قراءة الرياضيات هيمثلوا مصر في النهيات في هونج كونج بيبقى مشارك في النهيات أكتر من 100 دولة وبرضو بيبقوا منعيين أحسن خمسة من الطلبة وبيتنفسوا في النهاء العالمي ده المشروع اللي احنا هاملناه ده عشان أحل بيه مشكلة المياه اللي عندي في مصر وإن أنا عندي الكسافة السكنية بتزيد ومعنديش مياه توفر المياه اللي محتاجه عشان الكسافة دي احنا قررنا نشتعر المياه البحر ليه بتمثل تبقى 97.5% من المياه الموجودة عند يذكر أن تاهل العام الماضي فريقان تم تقديم الرعاية لهم من قبل وزارة التربية والتعليم لتمثيل مصر بمعرض تايوان وحقق أحدهما المركز الثالث والآخر حصل على جائزة قدرها ألفان يورو تمثيل مصر بالمصابقات الدولية يبدأ من هنا من خلال الطلاب لما لهم من دور أساسي في تحقيق التنمية العلمية المستدامة وتعلقها بالحاضر والمستقبل رمضان المطعني النيل كلية السياحة والفنادق في الأقصر بتنظم أول مؤتمر دولي للسياحة والفنادق في المحافظة وده يكون خب من خلال الفترة من 19 ل 21 إبريل الجاري تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف الشيحي وأيضا وزير السياحة يحيى راشد ومحافظ الأقصر محمد بدر المؤتمر سيقام تحت عنوان السياحة وفنون الضيافة وخدمة المجتمع بين تحديات الحاضر وأمال المستقبل من المحاور اللي هي نعيشها الدراسات السياحية والإرشاد السياحي خاصة طبعا وتطوير السياحة في هذا الوقت اللي مصر بتحتاج فيه إلى إعادة نظرة عشان رجع السياحة بشكل علمي وعملي جديد من ناحية أخرى شهدت المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفاع ملحوظ في أعداد الزوار وصل إلى أكثر من أربعة ألاف سائح أجنبي وزائر مصري أيضا قال الدكتور مصطفى وزيري مدير عام أثر الأخصر أن المناطق الأثرية كانت تستقبل في المتوسط ألف سائح أجنبي وحوالي 200 زائر مصري وذلك على مدار اليوم الواحد وأوضح أن أغلب الجنسيات اللي وصلت في الثلاث أيام الماضية كانت الصينية والألمانية والإنجليزية والروسية وإحنا كان عندنا خبر مبارح في المجالة السياحية إن إن شاء الله مبداية من 19 أو 20 إبريل هيبدأ في طيارات للسواح الأجانب اللي جايين من اليابان في تطور جديد نتمنى إنه إحنا نبدأ نحافظ عليه ونبني عليه برضو لسه برضو بنتكلم عن جذب السياحة الوافدة إلى مصر وفي هذا الإطار